أكياس من الفليفلي الحمراء قطفتها عائلة أبو ياسين من خيرات أرضها ليتم تصنيعها حشوات للمكدوس أو دبس محمرة فهذه العائلة في قرية الزرقات بريف محافظة طرطوس كما الكثير من العائلات الريفية تعتمد على مواسم ما تنتجه أرضها أو إنتاج تربيتها الحيوانية كمشروع مؤن منزلية نزرع الفليفلي، نزرع البتنجان، نزرع الليمون، ننتجه عائدنا منجيبه ومنصنعه فليفلي، منصنع بتنجان، أنا وجيراني وأخواتي هنه فمنكفي حاجيات البيت ومنصروف حاجياتنا يعني لحاجية البيت من هالمشروع بنتج الحمضيات وبنتج الخضار الموسمية واللي بزيد فايد عندي بصنعه ومنتصنعه بها المحافظة بالقرية المجاورة عائداته اللي ولها العيلة بنستثمره بمصروفنا، بتكاليفنا، بوجباتنا العديد من النساء ممن فقدنا معيلهم يجدنا في مشروع المؤن المنزلية مصدر دخل لهن بالإضافة لتأمين حاجة منازلهن من هذه المواد حيث يجتمعنا هنا في بيت أم ياسين ليعملنا سويا تنتشر الكثير من وحدات التصنيع الغذائية في قرى ريف المحافظة حيث يتم تقديم الدعم اللازم من غرفة زراعة طرطوس باعتبارها مشاريع ناجحة غير مكلفة تعتمد على ما تنتجه خيرات الأرض